أطلقت قوات الأمن في ميانمار قنابلة يدوية على محتجين في بلدة قرب يانغون مما أصفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً أفقا ما ذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين ولم تكن تفاصيل حصيلة القتلى في بلدة بادو شمال شرق يانغون متاحة في البداية لأن قوات الأمن جمعت الجثث وقالت وكالة أنباء البرلمانية الأسيوية ومؤسسة ميانمار الناو الإخبارية أن 82 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاج على الانقلاب العسكري في الأول من فبراير في البلاد وقالت الجمعية التي تحتفظ بإحصاء يومياً للمتظاهرين الذين قتلوا واعتقلتهم قوات الأمن أن 618 شخصاً قتلوا منذ الانقلاب